اشتركوا في القناة الذي ينطلق رسميا بالمملكة الاثنين المقبلة وتوصل استداد التعليم في مختلف انحاء المملكة بالجدول الزمنية ونظام التفويج الخاص بهم مباشرة بعد توقيعهم حاضر الدخول خلال الاسبوع الجارية ويتوزع نظام التفويج بالنسبة للتلاميذ بين فوج الف الذي سيحضر الحساس الدراسي يام الاثنين والاربعاء والجمعة وفوج باء الذي سيكون حاضرا بالاقسام ايام الثلاثاء والخميس والسبتاء وسيستفيد تلاميذ من خمس ساعات متواصلة من التعليم الحضوري يوميا لتجنيبهم عناء التنقل مرتين في اليوم وتفادي التنقل الى المدرسة الاكثر من مرة واحدة في إطار الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة الى ان المدارس ستستقبل يوم الاثنين السابع شوتنبر في الفترة الصباحية السنة الاولى ابتدائية بالمدارس الابتدائية والسنة الثالثة اعدادي بالاعداديات ثم السنة الثانية من التعليم الثانوي في التأهيليات وبالنسبة للتعليم الاعدادي والتأهيلية سيتم استقبال تلاميذ الثاني اعدادي والاولى باكالوريا يوم الثلاثاء والاولى اعدادي والجدع المشترك يوم الاربعاء وفي الفترة المسائية سيتم استقبال السنة الثانية ابتدائي على أساس التحاق السنة الثالثة ابتدائي يوم الثلاثاء وفي المساء السنة الرابعة من المستوى التعليمي نفسه ثم استقبال السنة الخامسة ابتدائي يوم الأربعاء صباحا والسنة السادسة ابتدائي مساء وسيثم على مدى هذه الأيام الثلاثة تفويج جميع المستويات لقسمين ألف وباء على أساس معدل عشرين تلميدا في القسم الواحد إذ يعتمد هذا المخطط المزج بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي المؤطر حيث سيشمل 15 ساعة حضورية و 15 ساعة عبر نظام التعليم الذاتي المؤطر من قبل هيئة التدريس وتجاوزت لحدود الخبيث نسبة الأسر التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري 80% وفق ما كشف عنه سعيد أمزازي وزير التربية الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة واختارت غالبية الأسر التعليم الحضوري بالنظر إلى التغارات التي أبانت عنها تجربة التعليم عن بعد خلال فترة الحزر الصحية ومرورها من تجربة صعبة تتعلق بتعليق الدراسة خلال 6 أشهر والتعطش إلى التعليم الحضوري